مركز شباب الغار بمحافظة شرقية كان المحطة الأولى لوزير شباب والرياضة حيث افتتح ملعب خماسي وصالة ألعاب إلكترونية وكذلك تفقد صالة جيمل دول إحتياجات الخاصة من السيدات والرجال انطلاقا من توجه وزارة شباب والرياضة نحو المشروعات الإفتثمارية في المجال الرياضي الصالة المغطى بالزأزيئ كانت المحطة الثانية للدكتور أشرف صبحي وزير شباب والرياضة حيث تفقد المشروع القومي للبطل الأولمبي في مختلف اللعبات الرياضية همنا جدا نطور ويكون في مصدر دخل متضفق ده كان نموذج ونماذج بأخرى على المصابة مصر كمان النهاردة بنشوف المشروعات القومية اللي احنا فيها دلوقتي هي نموذج من المشروع التنمية الحركية صغيرين السن ونموذج من المشروعات الأكبر مشروع قومي الموهبة والنشئين والبطل الأولمبي وده مشروع مهم جدا مرنا على بعض الرياضات والألعاب الموجودة كمان اللفت نظري أولا الأمور والأسرة المصرية وحلمها أن يبنى يكون بطل ده ثقافة تغيير جزء الثقافة برفقة محافظة الشرقية المهندس حازم الأشموني مركز شباب ناصر كان المحطة الثالثة لزيارة وزير الشباب والرياضة حيث افتتح ملعب كماسي وحرص على متبعات اختبارات البطل الأولمبي على مستوى السلة والتيكوندو وتنس الطولة وغيرها من الألعاب الفردية والجمعية المشروع القومي الشرقية واضح سماره قدامك تشايف العدد وسيادته وعد النهاردة بتكسيف خدمات تانية للأهل الشرقية احنا متفالي خير جدا احنا بنعهده بقى ان احنا ان شاء الله بالتعاون اللي لا نهائي مع شباب الرياضة أو جميع المنشآت بنوعد في خمر رئيس ان احنا ان شاء الله نكون قد المسئولية وبإذن الله نشوف من الشرقية طالع أبطال والمبيين مش أبطال الجمهورية بس مواطن وحافظة الشرقية ثمنوا من تواجه وزارة شباب الرياضة نحو الافتسمار في المشروعات القومية التي تسعى لتمكين الشباب رياضيا وكذلك دعم معارض المشغولات اليدوية والخذفية التابعة لأنديات القناة والمرأة وقادرون باختلاف وزارة شباب الرياضة نتحط إيدها في إيدنا لننزل الأرياف لأن الأرياف ما عندهش إمكانية أن يطلع لفوق احنا عايزين ننزل له عشان ندور على المواهب الرياضية ونصدارها فوق لوزارة شباب الرياضة تقوم بدورها توزعها وكله يصب في مبادرة بداية اللي بتبناها في خمس سادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكله يصب في مصلحة الدولة المصرية الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة معنية ومهتمة بالأساس بالافتسمار في الشباب بهدف خلق جيل قادر على تحقيق التنمية ومن ثم كان توجه وزارة الشباب والرياضة نحو إنشاء المزيد من المنشآت والمؤسسات الرياضية وتفعيل كافة الأنشطة الرياضية الخاصة بكافة اللعبات بهدف خلق بطل أولمبي من محافظة الشرقية محمد عبدالصبور أنين للأخبار